اشتركوا في القناة تسير نحو صياقها الطبيعي بموضوع تشكيل الحكومة ولفت إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة في موعدها ولكن لأننا في بلد المفاجآت فلا أحد يعلم ماذا يستجد على هذا الصعيد وقال حتى الآن الأمور متجهة إلى تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في استشارات الخميس ورأى أنه علينا أن نضع مسارا واحدا هو حكومة سريعة قادرة فاعلة غير حزبية سائلا في كل الأحوال كيف سيكون هناك حكومة دون رأي الكتل النيابية وهل سننكرس أعرافا جديدة رأت مصادر مواكبة للمسار الحكومي عبر الجمهورية أنه مع نضوج الاتصالات تتجه الأمور إلى الحسم يوم الخميس إلا في حال ترأت عوامل غير منظورة وأوضحت أن التكليف لا يعني أن طريقة التأليف ستكون معبدة وسهلة وسالكة في ظل خلاف مستحكم بين وجهة نظر الحريري بتأليف حكومة من الاغتصاصيين طالبا من القوى السياسية أن ترتاح لفترة ستة أشهر وبين هذه القوى المتمسكة بوجهة نظرها لجهة تسمية وزراء وربما حقائب ولكن الأكيد أن الجميع سيكون خلال هذه المرحلة في انتظار ما ستصفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدها يبنى على شيء مقتضاه أشارت مستشارة رئيس حكومة تصريف العمال لشؤون الطبية بيترا خوري إلى انطلاق هادئ للعام الدراسي عزية للإرباك المتوقع إلى أن المدارس تختبر أول تعاطي جدي مع كورونا منذ أن أقفلت أبوابها في شباط الماضي ورأت في حديث للأخبار أن المجتمع المدرسي سيكتسب خبرة مع الوقت خصوصا أن البروتوكول الصحي الذي تشرف عليه وزارة التربية ولجنة كورونا ومنظمة الصحة العالمية يصف بدقة ويصف الإجراءات التي يجب أن تتبعها إدارة المدرسة وكيف يمكن أن تتعاطى مع كل حالة على حدى لجهة أقفال المدرسة وحجر الصف وسواه وأنفت أن يكون هناك أي تكتم على أي إصابة بكورونا مشيرة إلى أننا لم نوثق أي عدوى حدثت داخل جدران المدرسة ولفتت إلى أن لديها أحصاءات تشير إلى أن الأهل في المدارس الخاصة أرسلوا أبنائهم بنسبة كبيرة إلى المدارس المفتوحة فيما لا تملك أحصاءات مشابهة لما يحدث في المدارس الرسمية نهاية المجاز عودة للزميلة سحر